موسيقى مشاهدي قناة الحياة الأحباء سلام المسيح يملأ قلوبكم كل عام أنتم بخير بمناسبة أعياد القيامة المجيدة أعادها الرب الإله عليكم وأنتم في ملأ بركات القيامة مشاهدين الكرام عدنا لكم من جديد مع البث المباشر والحلقة السابع عشر من برنامجكم الدليل وأيضا نواصل في موضعاتنا العقائدية بين الإسلام والمسيحية حلقتنا اليوم بعنوان الإسلام والفداء لنرى هل تفرد الكتاب المقدس بعقيدة الخلاص أم أن القرآن أيضا تأثر بهذه العقيدة الإلهية ننتظر تواصلكم معنا هاتفيا وعبر الإيميل أخيرا تعالوا نرحب سويا بضيف حلقاتنا الأخ واحد أخ واحد أهلا وسهلا بك أهلا أخد فذوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع وكل السنة وكل الأحباب بكل خير عندي موضعين قبل ما نبدأ لو سمحت موضع الأول طبعا كلنا سمعنا خبر مقتل أسامة بن لادن الموت هو كأس لكل الناس لكل البشر بدون استثناء ولا شمات في الموت على الإطلاق ولكن قانون الكتاب المقدس أن القاتل يقتل ولو بعد حين بأي وسيلة من الوسائل إن كان بسلاح بسيف بسم بأي شيء طالما هو قاتل فسيقتل ولكن والعالم اليوم عالم مضطرب وعالم يفتقد كثيرا إلى السلام أحب أن أقول من خلال قناة الحياة أنه لا يمكن أن يوجد سلام إلا من خلال رب السلام الذي قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم خاصة أننا نتطلع إلى ذلك الشخص الوحيد في تاريخ البشرية الذي كسر الموت وسحق الموت وقام وداس الموت بقيامته شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد فهو الوحيد القادر أن يعطي سلاما ويعطي خلاصا ويعطي فداء فإذا نستريح ونطمئن في ملك السلام الرب يسوع المسيح هذا أولا أما الأمر الثاني فأقول لأحبائنا ومشاهدين كثيرا ما طلبتم أن يكون لنا صفحة على الفيسبوك فنشكر الرب يمكن أن تتابعونا اليوم فهناك صفحة على الفيسبوك وستظهر على الشاشة الآن لبرنامج الدليل وكذلك على برنامج آخر تويتر أيضا باسم برازر وحيد سيكون هناك أيضا على الشاشة العنوان تستطيعوا أن تتابعونا ونحب أن نسمع عراءكم عبر البرنامج جينا رب يبارك حياتكم صلوا من أجلنا شكرا لك موضوعنا عندنا كان فاصل كبير فنحتاج لمرخص للحلقة الأخيرة التي تكلمنا فيها عن المساق الإلهي نعم نحن كنا تكلمنا عن المساق الإلهي وكنا تكلمنا عن طبيعة وتاريخ الزبيحة في الكتاب المقدس وأشرنا إلى أن ذلك أثر على كاتب القرآن ووجدنا أن هناك أيضا ومضات لفكرة أو عقيدة الفداء تومد هنا وهناك في القرآن فإذن كنا تكلمنا عن الفداء وتاريخه وأول زبيحة زبحت في جنة عدن وهكذا كان لنا بقية في الموضوع وبنعمة رب يسوع اليوم نكمل إذا شار رب عشنا آمين يعني لو تربطنا أكثر بالحلقة يعني اللي إحنا قديناها آخر مرة لو في آيات إذا أمكن يعني إذا في آيات نتكلم فيها أنا حبيت أن أجيب الآيات الأخيرة اللي إحنا خليناها في الحلقة من خمس حلقات تقريبا الأخيرة حتى أربط المشاهدين وحببت أن نبدأ بإبراهيم في الكتاب المقدس والقرآن وكنت ناوناها من خلال الحلقة من قبل خمس حلقات سابقة تقريبا إذن لو تابعني الأحباء المشاهدين في سفر التكوين إطناشر والآية سبعة يقول الوحي الإلهي وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له فهنا بنشوف أنه ظهر الرب لأبرام لنسلك أعطي هذه الأرض وكان في ذلك الوقت في أرضك نعان لنسلك أعطيها ورأينا بعد ذلك أن النسل الذي جاء إلى هذا المكان من أرض مصر وطبعا بتتابع الآيات نلاحظ أنه نسل من ابن إسحاق فيعقب شعب إسرائيل لكن الشيء الملاحظ هنا أن إبراهيم أينما حلى بنى مذبحا فالمذبح رافق إبراهيم أينما ذهب وبالتالي إبراهيم لم يأتي بهذا المذبح والزبيحة من فراغ أو من نفسه أو ابتكر شيء جديد ذلك لأننا لو تتبعنا تاريخ الأباء قبل إبراهيم سنجد أيضا المذبح والزبيحة بداية من الوقت الذي ألبس فيه الرب الإله آدم وحواء أقمص من جلد فمن أين جاء بالجلد إذا زبيحة زبحت ثم بعد ذلك نجد تاريخ الأباء يلتزم بالكفارة من خلال الزبائح الحيوانية وده إبراهيم اللي هو أبو إسحاق وأبو إسماعيل أبو اليهود وأبو العرب حسب ما بيقوله يعني فالشيء الطبيعي والمفروض أنه لو إبراهيم أبو إسحاق مارس الزبيحة وإسحاق وأولاده مارسوا الزبيحة الطبيعي والمفروض أنه إسماعيل كمان يمارس الزبيحة وأولاده يمارس الزبيحة طبيعي هذا المفروض لأنه فكرة الكفارة من خلال الزبيحة من خلال الدم فكرة قديمة قدم الإنسان وهي وحي إلهي زي ما شفنا في الكتاب المقدس وبالتالي كما هي موجودة في العقيدة في عقيدة الكتاب المقدس لأن لا يوجد عقيدتين يهودية ومسيحية وإسلام هذا تصنيف إسلامي نعم نحن عندنا عقيدة واحدة هي عقيدة الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فبالتالي لم يستطع كاتب القرآن أن يعني لا يتأثر بها تأثر بها كاتب القرآن وبالتالي أريد أن أشير أين تأثر كاتب القرآن بعقيدة الفداء طيب إذن ننتقل إلى صورة الصفات وفي صورة الصفات 103 إلى 110 يقول كاتب القرآن فلما أسلم وتله للجبين شرحنا يمكن تله للجبين ما معناها وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم هنا هذه الجزئية هي جزئية تجعل إلى حد كبير المسلم الذي يفكر يعمل عقله وبشدة لأن الآن نجد فداء وذبح وعظيم ثلاث كلمات كل كلمة فيها تحتاج إلى تساؤل كبير جداً بداية خليني أشرح وأقرب الترابط بين الحلقة السابقة وهذه الحلقة نحن قلنا أن إبراهيم إسلامياً زهب ليزبح ابنه نجح في الاختبار إبراهيم نجح وبعد ذلك ابنه لم يعترض واستسلم إلى إرادة الله ولم يعاند ونجح أيضاً في هذا الامتحان السؤال الكبير الذي من الصعب أن يوجد له إجابة إلا في الكتاب المقدس إسلامياً إذا كان إبراهيم نجح وابنه نجح في الاختبار لماذا زبح الكبش هذا واحد ما معنى أن فديناه فديت إزاي وما معنى الفداء هنا فإذا كان إبراهيم نجح وابنه نجح إذن لا يحتاج الأمر إلى زبح فلماذا زبح هذا الكبش ونيابة عن من فدى من فديت من أنت وإذن إن كان مبدأ الفداء موجود عندك وفديته بدماء فديته بكبش فلماذا إذن ترفض الآن فكرة الفداء أو عقيدة الفداء الكبيرة الحقيقية الأساسية التي كانت كل هذه مقدمات لها لماذا أنت ترفضها الآن فإذن فكرة عقيدة الفداء طومت في الإسلام هنا وهناك ويتم وأنا أعتقد بقصد التعتيم عليها وعدم إظهارها بالشكل اللائق بها والواجب إذن أمامنا سؤال إن كان إبراهيم مارس الفداء وأنتم تقولون أنكم تنتمون إلى إبراهيم وها هو القرآن أنها أعتبر بكلامهم أن الكتاب المقدس من الصحيح حسن بيقولك وهذا غير صحيح لأن كلمة الله لا تحرف بإفتراض أن كلامهم صحيح فإن كان إبراهيم مارس الفداء وتقرب به إلى الله أين أنتم من هذا الفداء لماذا هو موجود في العهد القديم عند اليهود وفي العهد الجديد عند المسيحيين يؤمنون به ويمارسونه اقتداءا بإبراهيم وغيره وجل الأمر تبلور في شخص المسيح أين الإسلام من هذا الأمر أين الإسلام من الفداء خصوصا أنهم بيستنكروا بيستنكر القرآن أن المسيحيين بيقولوا إبراهيم مسيحي واليهود بيقولوا إبراهيم يهودي هو بيستنكر الكلام لا هو مسيحي ولا يهودي ده مسلم طب مسلم ممارس الفداء فين الفداء يرجع لنفس السؤال طيب كلمة عظيم نعم يعني أنا أتساءل هل كلمة عظيم يصلح أو يستسيغها العقل أنه تطلق على حيوان عظمة الحيوان إيه يعني في حجمه في أخلاقه في إيه هي فكرة عظيم وضعت في القرآن الشيطان يستطيع أنه لا يستطيع أن ينكر الحق الإلهي على الإطلاق الحق يوضع ثم بعد ذلك هو يحاول أن يضلل الناس خلال هذا الحق فلا يستطيع أن ينكر حق الله الإلهي لأن الزبح العظيم طالما هو الرمز إلى شخص المسيح العظيم فبالتالي ينعد بهذه الصفة أنه زبح عظيم أنه فداء عظيم لأن كل فداء في العهد القديم بدون استثناء هو إشارة ورمز إلى ذلك العظيم شخص المسيح له كل المجد ومن هنا وضعت في القرآن كلمة عظيم ربما لا ينتبه لها الأحباء المسلمون ولكن الآن نطرح أسئلة وهناك حقائق من يهتم بخلاص نفسه من يهتم بالبحث أنا أرجو من الأحباء اللي بيسمعون أنه كل مرة بكرر هذه العبارة ربما يكون لها تأثير عليك أصلي أن يكون لها تأثير عليك أنه خلاصك يستحق أن تتعب من أجله بمعنى أن تبحث وأن تنقب عن الحقيقة والمسيح له كل المجد يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أي تعتقدون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي ففتشوا الكتاب المقدس على كل الأحوال نعم نتمنى أنهم فعلا يفتشوا طيب أنا كنت سألتك في حلقة المساق الإلهي إذا كان حادثة وحدة يعني هي حادثة زكرة حادثة إبراهيم نعم الفداء والزبح هل حادثة وحدة تكفي لإثبات أنه وجود الزبيحة في الإسلام الحقيقة طيب إذا كنا نتكلم عن وحي حسب المسلم ما بينظر إلى قرآن أنه وحي مقدس فإن كنا نتكلم عن وحي فحادثة واحدة تكفي بلا شك لأن الوحي هو كلام الله وكلام الله لا يؤخذ بأنه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة كلام الله لا يفضل كما يقول القرآن أن ننسخ بآية نأتي بخير منها أو مثلها هذا كلام غير صحيح في طبيعة الله كلام الله كل واحد ومتساوي لكن رغم ذلك هي ليست واحدة مع أن واحدة تكفي لكنها ليست واحدة في القرآن طبعا في القرآن ليست واحدة نعم فهناك أيضا ابني آدم اللذان لم يذكر اسمهما في القرآن نعم وأنا أريد أن أقدم زبيحة أو تقربة تقدمت وتقربة وقربان ابني آدم من الكتاب المقدس أولا أوكي وبعد ذلك أنتقل للقرآن ذلك لأن الكتاب المقدس يعطي تفاصيل صح دقيقة ومفهوم ومفهوم نعم طيب إذن أنتقل إلى سفر التكوين أربعة ممكن لأحباء المشاهدين يتابعوني في سفر التكوين أربعة من اتنين إلى خمسة وكان هابيل راعيا للغنم وكان قاين عاملا في الأرض وحدث من بعد أيام أن قاين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قاين وقربانه لم ينظر هنا نعاوز أشر إلى عدة أشياء أولا الأسماء المذكورة هابيل قاين عندنا عمل كل واحد راعي للأغنام وهذا عاملا في الأرض وعندنا التقدم دا قدم من سمار الأرض والآخر قدم من أبكار غنمه دقة التفاصيل لا تحتاج إلى تأويل بعد ذلك خلاص ما فيش حد حيجي يقول اسم إيه ابني آدم إيه أدم إيه لا التفاصيل واضحة جدا لكن هذه الآيات في حد ذاتها أعتقد أنها تشكل مشكلة للأحباء المسلمين كما سنرى يعني صيغتها في القرآن لأنه إن كانت هذه الصيغة موجودة في القرآن أنتم قلتم الكتاب المقدس محرف نعم طيب ونجد في القرآن أن ابني آدم أيضا قدما قربان نعم طيب إن كان ابني آدم يقول القرآن أنه ما قدما قربان تقرب إلى الله فأين الإسلام من القربان وأين الإسلام من تقديم القربان القرآن يعترف القرآن يزكي هذا الأمر القرآن يقول نعم قدما قربان طيب يعني هذه طريقة هي موجودة للتقرب إلى الله موجودة في العهد القديم عند اليهود إلى اليوم وموجودة عند المسيحيين إلى اليوم في شخص المسيح نعم إذن أين أنتم من هذا القربان المسكور في القرآن لماذا لا تمارسونه لماذا ترفضون الفداء لماذا ترفضون التقرب من خلال تقدم إلى الله مع أن القرآن يقرها ويعترف أنها صحيحة هذا السؤال يحتاج إلى إجابة إذن بالعودة إلى الكتاب المقدس وجدنا الأسماء وعمل كل شخص وماذا قدم وهنا في صورة أنا أحب الأحباء قدمتها قبل ذلك ولكن للتسكير فقط نشوف هنا النار ونشوف هنا الزبيحة التي سيقدمها هبيل وهنا أسمار الأرض التي سيقدمها قاين مجرد فكرة يعني صورة توضيحية إلى الحدث طيب اربط لنا الموضوع إسلاميا يعني العلاقة نعم إذن إسلاميا أنتقل إلى صورة المائدة 27 صورة المائدة 27 يقول القرآن مخاطبا إله القرآن يخاطب رسول الإسلام يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هذا القرآن هذا كل الموضوع هذا كل الموضوع شفنا هنا ابني آدم مين ابني آدم ما في حد يعرف فمضطر المسلم شاء أو أبا أن يرجع إلى الكتاب المقدس ليعرف أسماء ابني آدم ماذا قدماه لا يعرف يضطر أن يرجع إلى الكتاب المقدس ليكمل قصة القرآن الناقصة ليكمل قصة القرآن الناقصة محتاج أن يرجع ماذا قدماه لا يعرف ما عمل كل منهما لا يعرف يحتاج أن يرجع أيضا إلى الكتاب المقدس ليعرف القصة كاملة الكتاب المقدس يعطي التفاصيل وبدون خجل المفسر المسلم بياخد من الكتاب المقدس وبعد ما بياخد منه بيرجع يقول عليه محرفة طيب ما أنت أكملت بالتحريف أو بالمواضيع المحرفة أكملت القرآن اللي هو كتاب الكتب يعني أنا مش عارفة المنطق اللامنطقي أو دائما هناك لامنطقيات في الطرح الإسلامي طيب ده كتاب محرف بس فيه محمد موجود هو في آيات بتقول أنه نبوآت عن رسول الإسلام طيب مش أنت بتقول كتاب محرف فهذا هو يعني التناقضات الموجودة في التفكير الإسلام وأنا أعتقد هذا لهشاشة الإسلام كعقيدة مع احترامي طبعا الكبير لأحباء المسلمين لهشاشة الإسلام يلتجؤون إلى أشياء أخرى يلتجؤون إلى الكتب الأخرى التي يقولون أنها محرفة عارفة لو قالوا نؤمن بها لكان لهم عزر لكن أنت لا بتؤمن بها وبترجع لها خلينا أدي لك أمثل على كده في تفسير النص اللي احنا خدنا هذا الوقت من صورة المائدة في الجلالين على سبيل المثال المفسر مضطر يرجع للكتاب المقدس يقول إذ قربا قربانا إلى الله وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل جبت من فين؟ جبت من فين؟ يعني ليس كبش لقابيل ليس الكبش لقابيل لا زي ما في الكتاب المقدس كبش لهابيل وزرع لقابيل فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل طبعا هنا خطأ في الاسم نعم فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم قال له لأقتلنك إلى أن حج آدم يعني الحد ما آدم راح يحج في مكة نعم آدم آدم راح يحج في مكة ليه أساسا مكة ما كانتش موجودة أساسا مجرد قطعة أرض على الخريطة زي باقي الأرض لكن كمدينة لا وجود لها حتى بعد آدم بكثير لكن إسلاميا آدم راح حج هناك المهم يغيب عن المكان عشان لما يقتل ابنه وتبقى القصة محبوكة ولازم يغيب غياب مشروع فالرجل رايح يحج طيب إذن الآن في الجلالين من أين أتى الجلالان بهذه المعلومات تلا من الكتاب المقدس قال بيعتقدوا أنه محرف طيب بس عشان ممكن فيه كثير من المسيحيين وبعض المسلمين يمكن ما يعرفوش الجلالين هو جلال الدين المحلي وجلال الدين الصيوطي هم أتنين شخصين مفسرين مفسرين كويس عشان بس الناس يبقى نرجع لمفسر آخر الطبري والطبري ينقل لنا عن ابن عباس نشوف ابن عباس ماذا يقول الطبري المائد 27 عن ابن عباس قال فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا جبتها من فاني يا ابن عباس وكان الآخر حراثا وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنها وقرب الآخر أبغض زرعه فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاه وأن عايز المشاهد اتذكر معاي الحتة دي فأكلت الشاه مين اللي أكلت الشاه؟ النار اتذكر الجزئية دي لو سمحته وتركت الزرع يبقى هذه برضو الطبري بيأخذ من ابن عباس كلام يكمل به القصة الناقصة المبهمة الغير كاملة في القرآن طيب خليني أسألك هنا احنا عندنا الجلالين مفسرين وعندنا الطبري وعندنا ابن عباس صحيح الأربع بيتكلموا في نفس الموضوع والموضوع أصلا مش موجود في القرآن يعني كل الكلام اللي بيقولوا مش موجود في القرآن فخلينا نسأل هل دواحي هل الله أوحى للمفسرين دول بالقصة ولا هم وخليني يعني أنا هستخدم التعبير ويسمحوني المسلمين سرقوا من الكتاب المقدس لأنه دي بتعتبر سرقة أدبية أنت بتاخد حاجة من كتاب تاني ومش من حقك أنك أنت تاخدها ولا استأذنت فهل دي تعتبر سرقة ولا دواحي نعتبره طبعا بلا شك لا يوجد مسلم واحد يؤمن أن هناك وحي للمفسرين من كل يؤخذ ويرد إلا رسول الإسلام وما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى فهذا اعتقاد إسلامي راسخ السؤال إذن إذا عدنا لسؤالك من أين أتوا هؤلاء المفسرون بهذه إلا من الكتاب المقدس الواضح الذي يعطي تفاصيل إذن أنا عايز أرجع بس للفكرة إذن الفداء فكرة الفداء فكرة الدم عقيدة الكفارة بالدم موجودة في القرآن وتقبل منه يعني الله لم يرفضها الله قبل الدم قبل الذبيحة وأرسل نار من السماء فأكلتها إذن علامة قبولها فإن كان الله يقبل الفداء ويقبل الكفارة كما هي في الكتاب المقدس أين الأحباء المسلمون من هذه العقيدة لماذا هي مرفوضة ليه مع أن التعليم الإسلامي لم يستطع إلا أن يتأثر بهذه العقيدة فتأثر بها كما رأينا في إبراهيم فديناه فداء بزبح زبيحة عظيم ورأينا هنا في هابيل أيضا يذكر القصة طيب أنت بتقول الكتاب المقدس محرف طيب هذه موجودة في القرآن هل القرآن برضو محرف أحباء المسلمين هل القرآن برضو محرف وهي عقيدة التقرب إلى الله من خلال زبيحة ودم موجودة وقبيلها الله لماذا لا يعمل بها إن كنتم أنتم تنتمون إلى إبراهيم إذا كنتم تنتمون إلى إبراهيم أو إن كان إبراهيم مسلما فلماذا لا يعني يأخذ المسلمون هذا الأمر الذي قبيله الرب الإله الفكر أن الله قبيله لم يرفضه فإذن هذه الجزئية تحتاج إلى إجابة أيضا من الأحباء المسلمين طيب دي كل التفاصيل لا لسا عندي الشيعة برضو وافقوا على هذا الأمر يعني الشيعة أيضا لم يعني لم يكون خارج التأثر بالكتاب المقدس طبعا طبعا وقضية الفداء أيضا خلينا أقدم مثلا على سبيل المثال في تفسير مجمع البيان للطبرصي القرن السادس الهجري وكانت علامة القبول في ذلك الزمان نارا تأتي فتأكل المتقبل ولا تأكل المردود وهو يتكلم عن ابني آدم كان نار في ذلك الوقت تنزل تأكل المتقبل الزبيحة المقبولة يعني الشيعة أيضا عنديهم نفس الفكرة أن الله قبل هذه الزبيحة طبعا لا يستطيع أن ينكر القرآن لأن القرآن موجود في هذا الأمر في تفسير الصافي للكاشاني قرن 11 هجري فأتت النار فأكلت قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل وكان آدم غايبا بمكة خرج إليها ليزور البيت بأمر ربه كان آدم برضو متفقين في الحتة أنه كان رايحي حج آدم رايحي حج يعني حتى الأحباء المسلمين يعني يعقلوها جيدا يعني آدم رايح مكة علشان يحج يطوف حوالين الكعبة برضو حوالين مجرد أصنام مجرد يعني صندوق مغلف عبارة عن حجارة وعليه الستر أسود آدم الذي كان له علاقة خاصة مع ربه يذهب إلى هذا الصنم ليطوف حول هذا الصنم ما قيمة هذا الصنم في حياة آدم الذي كان له علاقة خاصة مع الله فكروا الأمر يحتاج إلى تفكير وخلاصكم مرهون بالعقل الذي أعطاه الرب الإله إلى آدم حتة حلوة أنه أنت بتقول أنه آدم كان له علاقة خاصة بالرب الإله طبعا حسب ما أنا قريت في بعض المراجع الإسلامية أنه آدم كان يعني بيتكلم مع الله علانية طيب إيه اللي بيخليني أنا أروح لمكة إذا أنا بتكلم مع الله علانية إيه اللي خليني أروح مكة عشان أحج خاصة أنه تاب عليه بكلمات يعني زي ما عالجناها في الحلقات الأولى فإن كان تاب عليه بكلمات الله شخصيا نعم وأصبح آدم كما تؤمنون أبيض من السلج نعم فما الحوج إلى أن يذهب إلى مكة ويطف حول الكعبة مثلا فيعني هذه العقيدة سنلاقي فيها أشياء كثيرة جدا يعني يضرب بعضها الآخر هي كل كلمة بتحتاج لوقفة طبعا وأنا عندي يعني كذا مفاجأة ربما للأحباء المشاهدين اليوم خلينا أقدم واحدة منها يعني طيب قبل ما عليش قبل ما نروح للمفاجأة يعني الطبرسي كان بيقول أنه علامة قبول التقدمة أنه تنزل نار تأكل التقدمة وإبن عباس نفسه وإبن عباس يعني يعني هو بيقول العلامة كانت زمان كده هل العلامة دي الله غير رأيه خلاص كان في حال وبيقى في حال تاني الله ولا زي ما إحنا بنؤمن أنه خلاص المسيح جاء وانتهت الزبيحة المؤقتة اللي إحنا بتشير للمسيح يعني هي الذبائح كانت ترمز إلى المسيح جاء الرمز جاء المرموز إليه فبالتالي زي مواحد بيولع شمعة في وجود الشمس ولعها ما في مشكلة ولع الشمعة لكن أنت مش هتحتاجها أي عاقل لن يحتاج أن يوقت شمعة وهو موجود في ضوء الشمس فبالتالي برضو جزئية ينبغي أن يلتفت إليها الأحباء المسلمون أنه كانت تنزل نار من السماء وأن الموضوع لم يكن بالمناسبة في أيام هابيرا هابيل وغيره إحنا وجدنا هذا الأمر تكرر في الكتاب المقدس طبعا إبراهيم بعد هابيل لا ورأينا هذا الأمر تكرر في الكتاب المقدس عدة مرات حتى في موضوع إيلية مثلا إيلية نزلت نار من السماء أكلت المحرقة وأكلت حتى المياه التي كانت على المحرقة يعني أنا أقصد إسلامية حتى في الإسلام ليس بس هابيل لا جبعده إبراهيم صحيح فكانت نار تنزل من السماء حسب حسب كلام المفسرين صحيح فإذن يعني السؤال اللي أنا بسأله إن كان هذا قرآنيا موجود وتقبل منهم جميعا لماذا لا تقومون أنتم بهذه العبادة ونوح مسلم وآدم مسلم وهابيل مسلم وموسى مسلم وكل هؤلاء مارسوا هذه الزبيحة أين إسلامهم من إسلامكم إذن خصوصا أنه ما فيش حاجة جاءت منعك يعني هل في شيء منعك قالوا لا خلاص ما فيش زبايح تاني أعتقد لا إسلاميا ولا يعني في التوراة إلا بمجيء السيد المسيح صحيح ما فيش يعني لم يبطل الرب الإله الزبيحة كده لمجرد أن يبطلها صحيح لكن بمجيء المسيح الزبيحة الأعظم زي ما ذكرنا من شوية زبح عظيم نعم إشارة إلى شخص المسيح هكذا المسيح وهو الصليب قال قد أكمل قدم الكمال نعم فبالتالي حينما نعطى الكمال لا نبحث عن يعني ما هو دون الكمال نعم على الإطلاق نعم لكن عايزة أقدم جزئية في العقيدة التي يقولون أن آدم ذهب إلى الحج يعني إلى الحج وانا سأقدم حديث بالمناسبة صحيح مئة في المئة لأنه موجود في البخاري ومسلم وسأقرأ من صحيح مسلم وممكن الأحباء المشاهدين يتابعوني في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وموجود كذلك في صحيح مسلم في كتاب المساجد يقول أبو ذر سألت رسول الله عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام يعني مكة اللي في مكة قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة أدركتك الصلاة فصلي أربعون عاما يا مسلمين بتفصل بين بناء المسجد الأقصى وبناء المسجد الحرام أربعين سنة هذا الكلام يعني أنا لا أدري كيف يستقبل المسلم هذا الكلام ويهضمه ولا يفكر فيه ده كلام رسول الإسلام موجود في البخاري ومسلم أنه الفرق بين المسجد الأقصى اللي هو موجود في فلسطين نعم وبين المسجد الحرام الموجود في مكة واللي لسه إحنا شكفيهم اللي يقولوا آدم حج هناك الفرق بينهما أربعين سنة أربعين عام إزاي كيف الكلام هذا مين اللي بنى المسجد الأقصى مين اللي بنى يعني حتى خلينا نسأل إسلاميا ومسيحيا يعني يعني المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل اليهودي أول من وضع اللبنات كبناء سابت سابت هو سليمان بناء الهيكل في حقلة أرون اليابوسي وقبلها كانت خيمة الاجتماع وضعها داود فقط يعني نحن نتكلم سنة ألف قبل الميلاد داود سنة ألف قبل الميلاد سليمان هو الذي ابن داود هو الذي بنى الهيكل وعلى أنقاضه بنى المسلمون المسجد الأقصى طيب إسلاميا متى متى أصلا بني المسجد الأقصى في عهد بن مروان مثلا بعد فترة كمان من رسول الإسلام لأن عمر بن الخطاب لما ذهب إلى بيت المقدس لم يجد مكان يصلي فيه رح صلى في باحة كنيسة القيامة ما كانش فيه مسجد إذا كان فيه مسجد المسجد الذي أما فيه رسول الإسلام الأنبياء في حادثة الإسراء والمعراج لكان أولى بأمير المؤمنين عمر أن يصلي هناك إذن ما كان موجود إذن كيف يكون آدم ذهب على الحج عشان يحج في المكان ده وفي نفس الوقت يكون الفرق بينهما أربعين سنة يعقلوها يا أحباء يا مسلمين يعني فكروا في الموضوع هذا كويس واضح أن التواريخ غالبا أو عادة نجد فيها إشكالية في المراجع الإسلامية إذن بمقارنة هذه التواريخ يتضح لنا أنه لا يمكن أن تكون الكعبة طبعا أنا بجامل كثير الأحباء المسلمين وأقول أن الكعبة ما كانتش موجودة في أيام آدم طبعا ده كلام أنا عارف أنه في باحثين بيقولوا دلوقت إيه اللي بيقولوا الأخ وحيد أنا عارف لأن الكعبة لا يمكن أن يكون لها تاريخ مثلا قبل رسول الإسلام بـ 300-400 سنة صعب يجد لها مراجع تؤكد وتوثق 300 سنة قبل محمد 300-400 سنة بالكثير قبل رسول الإسلام فلا مشكلة في هذه الجزء أنا أتكلم عن الكعبة ككعبين نعم فإذن نحن أمام هذا التاريخ الآن وكيف راح ذهب آدم ليحج أيضا تحتاج إلى بحث وإلى دراسة لكن عودة إلى موضوعنا حتى ما يتهم معنا المشاهد إذن وجدنا الفداء في القرآن في إبراهيم حينما قدم ابنه وفديناه بزبح عظيم في فداء وفي زبح نعم ووجدنا الأمر في إبني آدم أيضا هابيل يقدم زبيحة وتنزل نار من السماء أنا أتكلم إسلاميا نعم تنزل نار من السماء لتأكل هذه الزبيحة فإذن كيف يعني يتغافل المسلم عن حقيقة الفداء الموجودة في القرآن طيب هل دي المفاجأة نعم يعني دي صغيرة كده في البداية في مفاجأة تانية إن شاء الله إن شاء الله في إيتن مفاجأة نحن منتظرين المفاجأة طيب أنا عن نفسي ممكن أواصل يعني ممكن ندخل في الجزئية التانية المفاجأة التانية في نفس الموضوع طيب نشوف كده في تفسير ابن كثير لسورة المائدة 27 ودام أنا صححته من الألباني الحديث حكم خلاصة حكم المحدث إسناده جيد نعم أنا حتغاض عن عن السند عن ابن عباس وقوله إذا قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعامه ده بتكلم عن هابيل وعن قابيل طيب وماذا بعد ذلك المفاجأة فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذي زبحه إبراهيم عليه السلام لا تاني لا تاني معلش تاني تاني عشان نستوعبها كده حتة حتة تاني طيب بنشوف هنا بيقول عن ابن عباس وقوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش اللي هو هابيل نعم أعين أقرن أبيض بيوصفه وصاحب الحرث بصبرة من طعامه طيب وبعد كذا بيقول إنه فقبل الله الكبش فخزنه الله خزن الكبش في الجنة أربعين خريفا وهو الكبش الذي زبحه إبراهيم عليه السلام شفتي المفاجأة دي كارسة طبعا كارسة بكل المقاييس ولو إيه أربعين برضو الفرق بينهم أربعين خريفة الفرق بين هابيل وبين إبراهيم تاريخيا حوالي ألفين سنة حوالي ألفين سنة هنا بيقول أربعين خريف أربعين عام خزن الله الكبش أتاري وإحنا مش عارفين الكبش اللي زبحه إبراهيم أتاري ده الكبش بتاع هابيل اللي أكلته النار عشان كده أنا من شاء قلت للمشاهدين تذكروا الحتة دي وعلمت عليها أكلته النار طب كيف أكلت النار زبيحة هابيل وبعد ذلك نفاجأ أن الزبيحة حية ثم تنزل هذه الزبيحة مرة أخرى إلى إبراهيم وحية وصعدت للجنة صعود طبعا الجنة في السماء ثم بعد ذلك تنزل هذه الزبيحة مرة أخرى إلى إبراهيم بعد أربعين خريفا ليزبحها إبراهيم ما هذا اللغط ما هذا اللغط وهذه التواريخ وأربعين سنة بين هابيل وبين إبراهيم طيب على كل الأحوال وأنا قضية الآن الفداء هذا الزبيح العظيم زبيحة والتهمته النار وأصبح حيا في الجنة يرتع يأكل في الجنة نعم ويسمنه أربعين خريف ثم بعد ذلك ينزل إلى إبراهيم ليزبحه إبراهيم ليه ما فيش خرفان تاني ولا ليه وبس الخروف الوحيد ده الموجود عشان يقدم مرة أخرى إلى إبراهيم ما عليش وحيد أنا شايفة أنه برضو المسلمين متأثرين بزبيحة السيدة المسيح نفسه لأنه إيه اللي احنا بنؤمن به المسيح قدم نفسه محرقة مات عاد إلى الحياة قام من الأموات صعد للسماء وإحنا منتظرين طبعا أنه يرجع إيه اللي بيحصل هنا دلوقت إيه اللي حاصل في الخروف بتاع هابيل أعطق الصورة مصغرة للحضرة تذكرته الآن صورة مصغرة الخروف قدم زبيحة أخذته نار إلى السماء بيقى حي في السماء المسيح حي الآن في السماء يعني هو مات نعم الكبش مات إذا التهمته النار إذا التهمته النار وبعدين أصلا بيزبح الكبش الكبش لا يوضح حي الزبيحة اسمها ذبيحة بالكفارة بالدم بالضبط فحينما يوضع الخروف مثلا أو الثور يزبح أولا ويسلخ يعني لو طريقة معينة وبعد ذلك يقدم فتلتهم النار هو صعد للجنة حي طيب إزاي بعد ذبحه هذا هو الفكر المسيحي والكتاب المقدس أن قيامة المسيح بعد أن مات والمسلم ينظر فقط إلى الصليب لا ينظر إلى القيامة لا يريد أن ينظر لها وأنا أقول عار على الباحث أن ينظر إلى جزء من القصة جزء من العقيدة لا المسيح بصديبه داس الموت نحن لا نقول أن المسيح مات وانتهى الأمر قوة المسيح قوة أنه الوحيد الذي سحق الموت بموته وقيامته فداس الموت بسلطان لاهوته الوحيد القادر أن يعطيك حياة لأنه الوحيد الغلب الموت كلنا مغلوبين من الموت كلنا مهزمين من الموت الوحيد الذي هزم الموت وداس الموت وقام هو شخص المسيح وبالتالي إن كنت تنظر إلى الصليب كضعف كيف لا تكمل أن الضعف تحول إلى قوة وداس المسيح الموت وقام وانتصر يجب عليك أن تكمل القصة كاملة إذن ليس بعيدا التأمل الذي قدمته عنه أن الأمر يشير إلى شخص المسيح طيب يعني أنا مش عارفة خليني يعني أقول كلام معلاش يعني أنا بتخيل منظر الشيعة هم من بيسمعوا الكلام ده بيشوفوا التفاسير الإسلامية السنية طبعا تفاسير السنية هل ممكن يعني يكون في عقل بيقبل الكلام ده هل الشيعة موافق على التفاسير السنية دي طبعا لا في الجزئية دي في الجزئية دي نعم في الجزئية دي الشيعة يقبل وأنا ممكن أقدم أيضا للأحباء الشيعة لو يتابعني هنا المخرج الأحباء المشاهدين بنشوف في تفسير مجمع البيان للطبرصي يقول عن إسماعيل ابن رافع أن قربان هابيل كان يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم دول الشيعة الشيعة الطبرصي ده بيقول كده كان يرتع كان بيتغزة كان بيأكل في الجنة يرتع يعني في مرعة في الجنة كمان بيأكل في الجنة إلى أن فدي به ابن إبراهيم الفكر موجود بيتفقوا في هذه الجزئية يعني ما بيختلفوا فيها الشيعة وصنة الشيعة وصنة لكن السؤال في الجزئية اللي ذكرت منذ قليل أربعين عام مش عارف لي أربعين عام يعني بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وأربعين عام بين زبيحة إبراهيم وبين زبيحة هابيل برضو أربعين عام أنا أعتقد أنه برضو نوع من التأثر يعني معروف عدد أربعين في الكتاب المقدس بيرموز لعدد كمانا لأنه حتى محمد اتأثر كثير بالأرقام السبعة والأربعين والعشرة صحيح فأعتقد هو تأثر برضو صحيح بس للأسف من غير وعي مش مدركين إيه اللي بيتقال إذن هذه الأحاديث تحتاج إلى يعني أنا لن أقول إلى أجوبة أنا لا أطلب أجوبة على أسئلة على موضعات بهذا الشكل لكن تحتاج إلى مراجعة كيف يعني رسول الإسلام يطلق زي ما القرآن أطلق على مريم ابنة عمران وجاء بها إلى المسيح والفرق حوالي 1500 سنة يعني بين مريم أخت هارون ومريم أم المسيح وبالمناسبة القرآن حاصر الأمر من كل جهة خاصة في سورة آل عمران يعني على ما تذكر 35 لأنه أصبحت ابنة عمران أبوها هو عمران نعم وأمها امرأة عمران نعم وأخوها هارون وهارون أخو موسى نعم فما في حصار أكتر من كده يعني وبعد كده تكون هي أم عيسى لا يمكن دائما في مشكلة في الأعداد نعم طيب إحنا أعتقد أن إحنا عندنا بعض المشاكل في التليفونات مش قادرين نستقبل أي تليفون لحد اللحظة دي خليني أجرى إيميل تفضل وبعد كده نكمل الموضوع بتاعنا طيب ياسمين الأساتذة وحيدة فدوى نقدم لكم أنتما وكل العاملين في قناة الحياة الشكر على عظيم جهودكم وعظيم الاستنارة التي تقدمونها مجانية ليس للمسلمين فقط ولكن لنا نحن المسيحيين أيضا ولي رجاء عندكما وهو أن نتعرف على المسيح والعزراء في القرآن والإنجيل لضحض ما قولت أن القرآن قد أكرمهما أكثر من الإنجيل ليت أن يكون هناك حلقات توضح كيف أن ما هو جيد في القرآن مسروق من الكتاب المقدس وأن كثيرا من آياته مسروقا من شعراء وكتب ما قبل الإسلام وسأكون أكثر طمعا فأرجو الرد على أكاذيب وتدليس زغلول النجار واحدة واحدة ولا أنسى اليوم أن أمجد الرب في أن تكون نهاية ملك الظلام أسامة بن لادن وأن يكون مسواه البحر طعاما للأسماك في أيام زاد فيه الطهاد المسيحيين في كل بلد إسلامي ليقول لنا الرب عين عليكم وأنتم تصمتون وأنا أدافع عنكم إلى آخر إلى آخر الإيميل يعني هو نشكر الأخت ياسمين ياسمين ربي باركك أخت ياسمين وموضوع بنعمة الرب يسوع في جدولنا لبرنامج الدليل الموضوعات التي حضرتك ذكرتها شخصية المسيح في القرآن وعلى كل السيدة العزران قدمت عنها حلقة في برنامج شبهات الردود بالتفصيل ولا مشكلة أن نعيد مع الإضافة في هذه الجزية ربي بارك حياتك وصلوا من أجله دائما لأننا نحتاج إلى صلاة كثيرة طيب إحنا دلوقت شوفنا المفسرين صالوا وجالوا في الكتاب المقدس وخدوا منه تقريبا كل القصة اللي إحنا سمعناها مع إضافة يعني اللمسة الإسلامية في أنه تغير اسم قيين لقبيل نعم كل حاجة بيقيت زي ما هي في الكتاب المقدس صحيح شوفنا أنه خدوا الأسماء وخدوا الحرفة كل واحد منهم خدوا التقدمة نوع التقدمة صحيح وأي تقدمة فيهم اللي قبلت وأي تقدمة رفضت صحيح وبالضبط تقدمة مين بتاعت مين أي تقدمة بتاعت يعني الكبش بتاعت هابيل كما ذكر الكتاب المقدس كما ذكر الكتاب المقدس طيب السبب يعني خليني أسألك عن السبب نرجع معلش حتة كمان نسأل عن السبب في الكتاب المقدس سبب رفض تقدمة قاين وقبول تقدمة هابيل الديني مرخص إحنا قلنا الكلام دقبل صحيح فمعلش الديني مرخص هو في الكتاب المقدس إحنا ذكرنا قبل كده إنه السبب هو أن قاين أراد أن يبتكر شيء خاص لنفسه زي ما عمل العقيدة الإسلامية تماما رفضت الحقيقة وابتكروا شيء جديد لأنفسهم ف ده اللي عمله قاين مع أن الزبيحة استلمها آدم وسلمها وجدنا هابيل يقدم الزبيحة الصحيحة وبعد ذلك الآباء من أين أتوا هؤلاء بهذا الترتيب الواحد أنه تقديم زبيحة كفارية نعم قاين رفض الأمر قاين أحب أن يقدم من عمله من نفسه من ثمار الأرض التي كانت ملعونة في ذلك الوقت ملعونة الأرض بسببك شوكا وحسكا تنبت لك في خطيئة آدم وهنا الدليل أننا لا نستطيع أن نقدم شيء حسن من أنفسنا لأننا كلنا في الموازين إلى فوق كلنا في عجز تام ولأجل هذا العجز البشري جاء الله يعلم محبته للإنسان لأننا عاجزين تماما فلذلك قاين أراد أن يبتكر شيء جديد ويقدم تقد ما لم يأمر بها الرب ولذلك قال له الرب إن أحسنت أفلا رفع يعني لما زعله غضب رب قال له قدم الزبيحة الصح أنا هرفع وجهك إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطيئة رابضة إليك اشتياقه وأنت تسود عليها تستطيع أن تسود عليها أن تتسيد عليها لكن للأسف قاين لم يستطع أن يضبط نفسه وقتلوا فهذا إذن مسيحيا في الكتاب المقدس الصورة واضحة أن الزبيحة لم تكن في الخط السليم تقدمت قاين كانت خارج الخطة الإلهية خطة الله لكن إسلاميا هناك ابتكار طبعا لازم يكون فيه ابتكار وابتكار غريب يعني أنا مش عارف جابوه من فين طيب تسمحي لا أقدم السبب بالنسبة لإسلام نعم السبب إسلاميا عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله كلام ده موجود في المحدث طبعا الألباني وبداية سول وإسناده جيد رجال ثقاط رجال مسلم طيب بوليه أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية جارية يعني بنت عشان الأحباء المسيحيين يفهموا التعابير المصطلحات الإسلامية جارية يعني بنت يعني بتولد ولد وبنت في بطن واحدة فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر يعني يتولد وتوأم بنت ولد بنت ولد يروح البطن الأول ياخد الولد منيها للبطن الثاني البنت منيها ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر حتى ولد له ابنان يعني كل ذا ولسا قاين وهابيل ما تولدوش يقال لهما قابيل الاسم خطأ وهابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع يعني ماشية فلما قربا قرب هابيل جزعة سمينة يعني زبيحة وقرب قابيل حزمة سنبل فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلنك فقال هابيل إنما يتقبل يتقبل الله من المتقين طبعا لو يلاحظ فيه نقاط كثيرة هنا أنا اختصرت فيها كثير لأن الحديث أورده طبري كبير جدا طويل جدا لكن إيه السبب السبب أنه قاين أحب أخت أخته هو أخته التوأم اللي معاه وده مش مفروض يتزوجها يعني فمفروض يأخذ من هابيل هنا حصلت المشكلة كل واحد عايز به بيتخانقوا على وحدة يعني في النهاية في النهاية اختصر الفكر الإسلامي أن قتل قاين لهابيل على امرأة نعم طب الفكر ده مش موجود في التوراة يمكن موجود في خرافات اليهود جائز وانتو خدتوها من يوم بس في التوراة في الحق الإلهي في الوحي لا وجود له ولا وجود له في يعني فكر المسيحيين ولا في كتاباتهم فهنا إذن إسلاميا الوضع اختلف الهدف عشان يبعد الأنظار عن نعم الفداء عن الزبيحة لا هما كانوا بيقدموا علشان اللي حيتقبل منه هو اللي له حق الإختيار يأخذ المرأة اللي هما بيتخانقوا عليها طبعا ده فكر بائس جدا ولا يتفق مع الوحي الإلهي ولا مع طبيعة طبعا طيب بعد إذنك بس معلش رجعلي تاني للحديث لأنه في حتة لفتت نظري ورجعتني ل حلقة قبل كده هو بيقول أنه في الحديث كان لا يولد لآدم في بطن واحد اللي لو تكون معه جارية صحيح صحيح يعني ده في نفي ما فيش يعني كل بطن بيولد ولد وبينت وبينت صحيح لو تتذكر كان في الحديث اللي هو بتاع عبد الحارس ما كانش ده كان ولد صحيح وكل مرة بيقوله سميه عبد الحارس ويموت والمرة التانية سميه عبد الحارس صح نفس المفسري عبد الحارس ويموت فين البنت صحيح دي جزئية أنا ما خدتش بالي منها بصراحة يعني جزئية جديدة بالنسبة لي يعني في كل مرة هم ليهم في التفسير اللي دلوقتي يعني أنا عندي آية دلوقتي حتى لو أنا من شوية كنت بقول كلام مختلف عنها ما فيش مشكلة أنا لي بس في اللي أنا فيه تمام ده إحنا قرينا بتاع موضوع عبد الحارس ده في حلقات سابقة ولاحظنا إنه كانت ولد كذا مرة يعني سميه عبد الحارس ما يسموه ما كانش بيقالل مع بنت صح وطبعا حتى في يعني في ده مش شيء عادي إنه لازم هو هنا بيقول لازم يعني في كل بطن يكون اتنين لا مش لازم وحصل إحنا بنشوف إنه لا بد إنه يكون ده حصل عشان يكون فيه ناس لقاينها يتزوج مين وهابيلها يتزوج مين لكن ليس إلزاميا لازم معناه في كل بطن يكون ولد بنت لا مش لازم طيب أنا بعد إذنك عاوز يعني أقدم اعتذار لأنه فيه خطأ حصل عطل في البداية والحلقة ما ظهرتش وفيه وعد إنه الحلقة حتتزع بعد البس المباشر على طول يعني أول ما نخلص من البس المباشر حتتعاد الحلقة مرة تانية فأنا بعتذر لأحباء المشاهدين وإحنا بنشجعكم إنكم إنتوا تبدأوا اتصالات لأنه أعتقد إنه الأعطال خلاص انتهت مسيحي بارك حياتكم وإحنا في انتظاركم دلوقت إحنا شفنا السبب هل السبب معليش أنا هل السبب ده كان للسنة بس؟ ولا برضو الشيعة متفقين؟ ولا الشيعة ملهمش رأيي في الموضوع؟ لا الشيعة ده موضوع تاني خالص يعني أنا وجدت تفسير حتى وجدتها في القرطبي ولكن القرطبي يقول الأمر يحتاج إلى إثبات لكن أورد القرطبي أيضا لكن بالنسبة للشيعة حتى أنا لقيت عند الأحباء المسلمين شيعة وسنة في مشكلة المشكلة إيه؟ إزاي قاين يتزوج أخته؟ دي كارس إزاي؟ لا يمكن أنه آدم النبي يسمح بسفاح بيقوله كده السفاح في العيلة يعني قاين يتزوج أخته وهبيل يتزوج أخته ما يسمى بزواج المحارب بالزبط كده مش كده؟ إزاي إذا يحصل؟ لا يمكن وطبعا أنت عارفة أنه العقل المسلم دائما يحب أن يبتكر أشياء غريبة أنا في نظري وفي نظر المسيحيين بصورة عامة غريبة وحتى في نظر كثير من الأحباء المسلمين هي تعتبر غريبة وأسأقدم ودي واحدة من المفاجآت يعني اللي أنا كانت بالنسبة لي مفاجآت كيف حل المسلمون مشكلة أنه قاين ما يتزوج أخته لا ما إزاي يتزوج أخته لا يمكن مع أنه الموضوع بسيط يعني يعني يهوديا ومسيحيا الأمر له تفسير وسأقدم التفسير إذا كان هناك وقت ولكن دعيني أقدم للمشاهد كيف حل المسلمون هذه المشكلة بداية في الشيعة القرطبي أورد هذه الجزئية في سورة المائدة 27 وقال أن الأمر يحتاج إلى إثبات في بحار الأنوار أيضا وردت في الجزء الحادي عشر للعلامة المجلسي عن جعفر الصادق طبعا ده أشهر عالم في الشيعة الاثنى عشرية ده حتى سمي المذهب كله مذهب الجعفر أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه خلاص إن الله تعالى لما أهبط آدم حواء إلى الأرض يعني كانوا في السماء وجمع بينهما اتزوجوا ولدت حواء بنتا للبداية خالص فسماها عناقا فبغت زنت مع مين ما أعرفش وهي أول من بغى على وجه الأرض فصلت الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها علاص ثم ولدت لآدم قابيل ثم ولدت له هابيل فلما أدرك قابيل يعني كبر أظهر الله له جنية جنية من ولد الجن يقال لها جهانة في صورة إنسية وأوحى الله لآدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه فلما أدرك هابيل لما كبر كمان هابيل أهبط الله إلى آدم حورية دا كان جنية عشان قابيل دا وحش بس هابيل عشان كويس نزل حورية في صفة إنسية وخلق لها رحما وكان اسمها ترك فلما نظر إليها هابيل أحبها فأوحى الله إلى آدم أن زوج ترك من هابيل ففعل وإن هابيل يوم قتل كانت امرأته ترك الحوراء حبلة فولدت غلاما فسماه آدم باسم ابن هابيل لأنه طبعا كان مقتول وإن الله عز وجل وهب لآدم بعد هابيل ابنا فسماه شيسا ثم قال ابني هذا هبط الله فلما أدرك شيس يعني كبر ما يدرك الرجل أهبط الله على آدم حوراء يقال لها ناعمة في صورة إنسية فلما رآها شيس وأحبها أوحى الله إلى آدم أن زوج ناعمة من شيس ففعل ففعل ذلك آدم فكانت ناعمة الحوراء زوجت شيس فولدت له جارية فسماها آدم حورية فلما أدركت أوحى الله إلى آدم أن زوج حورية من هابيل ابن هابيل ففعل ذلك آدم فهذا الخلق الذي ترى من هذا النسل شفت الحل الإسلامي حل الإسلامي غريب جدا أتاري وإحنا مش عارفين فينا البعض أجداده حوريات وفينا البعض أجداده جنيات وفينا البعض اللي أجداده يعني من هابيل ومن شيس ده علشان يحل المشكلة بتاعت إنه إزاي أخي تزوج أخته خلينا أنا عملت خريطة بس عشان المشاهد ميته معنا خريطة للموضوع كذا ممكن المخرج يكون معايا الشاشة كذا كاملة أولا آدم وحواء دول في البداية يتزوجوا مع بعض النتيجة عناقا دي أول بنت مش عارف دي جايبة ليه هو في الموضوع وإيه علاقيته أصلا عناقا دي راحت زنت بس معامين نحن مش عارفين زنت معامين النتيجة الله راح دي طبعا أول زانية راح الله مصلت عليها زئبا كالفيل ونسرن كالحمار مع أنه واحد يكفي يعني الفيل بيكفي زئب كالفيل يكفي يعني لا مشكلة بعد ذلك قابيل ولد قابيل راح منزله جنية لقابيل نزله جنية اسمها جهانا قال لآدم خليم يتزوجوا يتزوجوا بعد كذا هابيل راح منزله حورية ده عشان هابيل كويس اسمها ترك الحوراء قال له خليم يتزوجوا يتزوجوا بعد كذا هنشوف النتيجة جاي شيس الرابع راح شيس منزله كمان حورية اسمها ناعم الحوراء قال لهم خليم يتزوجوا اتزوجوا ايه النتيجة بقى النتيجة انه هابيل لما اتزوج الحورية ومات قبل ما يتولد ابنه ولد ابنه سماها هابيل بين ما شيس اللي تزوج الحورية ولد بنت مش عارفين اسمها ايه راح الله اله الاسلام طبعا قال خليها بيه يتزوج البنت دي يتزوجوا وبعد كذا الجنس ايه حنقول عليه البشري انا عملت كذا علامة تعجب واستفهام نسمي الجنس دي بشري ما ينفعش ده في حوريات وفي جنيات يعني ممكن واحد في الشارع يكون ماشي كذا يكون ينتمي الى جدة حورية واحد تاني جدة جنية كيف يقبل المسلم هذا الكلام وكيف يوضع في المراجع وكيف يعلم به واورد القرطبي على كل الاحوال وبس يحتاج الى يعني هو مش رافض الموضوع هو بس عاوز السنة دي عاوز السنة كويسة هاقبل الموضوع ده كله علشان ازاي قايين يتزوج اخته ده زنا محارم لا يجوز طب حليته الموضوع يا ريد تلقون حل لو سمحته بس مش الحلول دي الحل لا يمكن ان تجده الا من خلال الفكر الكتابي فكر الكتاب المقدس وخطة الله للانسان هوس الحوريات عند المسلمين من ايام آدم والنهاردة بس يعني قدرت اعرف من فين التعبيرات اللي احنا بنسمعها يا ابني الجنية اللي بيتقاب بالشارع يا ابني الجنية طيب خليني اخد مكالمة سمير من الجزائر الو 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 اختي الو اهيو اتفضل الو اختي العزيزة انا سمير من اهلا سهلا اتفضل يا اخ سمير سلام الرب يسوع المسيح معكم انت والاخ وحيد اهلا اخ سمير الرب يبارك حياتك انا احبكم كثيرا واتصير بكم لانكم لقد ستحكم عيون الناس يا اخي وحيد الرب يبارك حياتك ودي رسالة احنا بنعتبر تعزي النهاردة لنا لعن انا كيف دلت هذه كيف دلت اليوم يعني البرنامج اليوم راح بزار شوية معلش هو هيتعاد بعد البس على طول بعد ما نخلص هيتعاد مرة تانية اخ سمير فتابعوا يعني بعد ما نخلص مباشرة تفضل اخ راشيد اخ وحيد تفضل انا لم تتبعش اليوم الحفصة معلش وشركت اخبر بلحصها ولكن حكت كي كنت تحكيم على هذين وركانين صحيح وقلت بأن وقلت بأن سدد قتله هو من اجل امرأة ده اسلاميا صحيح اسلاميا يمكن صوتك ليس واضح للناس اسلاميا سبب قتل قاين لهابيل من اجل امرأة نعم نعم هذا يا أخي رشيد اليوم المسلمين يا أخي رشيد من هرس الزائر في العالم كلهم لديهم عندهم حاجة فرصهم برك لماذا واش فرصهم هم بزاق المشكلة لهم عن نساء تجهور يخممون حاجة فيها معلاء يعني خمس هذا حاجة واحدة لي اقتنعت بها أنا عندهم النساء والدراهم والحكم يعني النساء والدراهم وإيه النساء والدراهم وإيه والحكم يعني الحكم السلطة السلطة نعم نعم هذا هو المسلم اليوم يا أخي رشيد هنا في الجزائر حضرون يعني واحد يولد سنين برك يبقى وما ترى فيقرأ الإسلام تخل بالدراع عليك إذا تكره يجب تولي مسلم يعني واحد الحجرة يا أخي رشيد يا أخي وحيد لا أعرف كيف يجب يعني يا أخي وحيد لا تقرأ القرآن لا تكون مسلم يعني كما يخلون إفريقية يخلون الشمال إفريقية يخلون بالعنف والحور وعنف يسأل اليوم ورهم هذه العقلية يا أخي قل لي يا أخ سمير أخ سمير في دقيقة كذا في دقيقة سريعة ما الذي ماذا اتبعت شخص المسيح وأخذت إله لك ومخلص وفادي نعم يا أخي واحد المسيح كما قلت لك سمير سمير غير حياتي غير كل شيء حياتي وأن كل التعاليم الإسلامي كل ما تعلمته في المدرسة الجاذكرية المسيح بيّن لي لأنه أكدو ولا يوجد أي شيء في التعاليم الإسلامي ولكن فتح الرب يسوعين وزهني وأنا أكون لأنه يومنا أتبعه نشكر الرب من أجلك يا أخ سمير الرب يبارك حياتك وشكرا لك إلى اللقاء شكرا لك الرب يبارك حياتك يا أخ سمير شكرا لك إلى اللقاء حبيبي أنا عندي تعليقة ذكرت أو النداء للأخ محمد من ليبيا أنت أرسلت لنا يا أخ محمد رقم التلفون تبعك وأنا كان نفسي زي ما وعدتك أتكلم معك لكن الرقم اللي أنت عاطته لنا خطأ فلو أنت بتسمعني الآن يا ريد تتصل وتعطينا يكون فيه خطأ في رقم معين معرفنا أنه وصل لك الرب يبارك حياتك شكرا لك أعتقد إحنا عندنا فاصل حنطلع فاصل لحظات ونرجع مشاهدين الكرام خليكم معنا حنطلع فاصل ونشارك في الحلقات القادمة من برنامج الدليل تناقضات القرآن ولو كان من علم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هكذا حكم القرآن فهل سيصمد الخطيئة الجدية بين الإسلام والمسيحية هل هناك شيء اسمه توريس الخطيئة توريس الخطيئة تحريف مسيحي أم عقيدة إسلامية هذه المواضيع الهامة والحيوية تشاهدونها على قناة الحياة من خلال برنامجكم الدليل فترقبونا لا تنسوا الصوم والصلاة كل يوم أربعاء إن أحببتم أن تشاركونا أهلا بكم مرة تانية مشاهدين الكرام نواصل معاكم بقية الموضوع وحيد ما عليش أنا عاوزة الجزئية الأخيرة ببساطة تشرح حالنا لأنه أنا عن نفسي ما فهمتهاش 100% اللي هي اللي هي الخريطة بتاعت الحور والجن نعم لا مشكلة ممكن نعمل خريطة تانية الخريطة مرة أخرى ببساطة إنه آدم تزوج حواء نعم ممكن كده نشوف مع بعض على الشاشة آدم تزوج حواء في البداية دي نتيجة التفسير الإسلامي طبعا الخريطة دي نتيجة التفسير الإسلامي أنا أخذت بالتدقيق كلمة كلمة نعم النتيجة الأولى للزواج كان بنتي اسمها عناق أنا مش عارف عناق دي إيه دخلة طالما هي ميتة ليت ذكرت يعني ويجاب من فين الكلام دا أنا معرفش على كلين عناقا دي زنت زنت مع مين كانت أول باغية بيقول أول باغية أول زانية طيب زنت مع مين يكون جني طالما هم بيجيبوا جنيات وحريات هيكون زنت مع مين يعني مع آدم ما هيقولوا لا لأنه آدم دا نبي مش ممكن هم عايزين يحلوا مشكلة زواج الإخوة فإزاي آدم حايزني إذن طيب مع مين زنت دي أول جزئية تحتاج إلى سؤال والسؤال اللي قبل من أين أتى بعناق بعناق أصلا طيب بعد كذا طالما هي زانية لازم تعاقب يعني فراحة إله الإسلام صلت عليها ذئبا كالفيل ضخمة جدا ونسر كالحمار مع أنه واحد منهم بيكفي لكن اتنين انتقام يعني بعد كذا ظهر قبيل اتولت قبيل في الصورة نعم قبيل على طول الله راح منزله ولما أولى الله إله القرآن نزلوا جنية اسمها جهانة وقال لآدم خليهم يتزوجوا فتزوجها بعد كذا راح ولد هابيل آدم فراح منزله على طول حورية معلش ده كله ده يعني صورة تانية عشان ما ينفعش آدم يزوج أولاده البعض بالضبط فأدي صورة تانية ده صورة أخر اختراح اختراح او اجتهاد تأليف هو تعليف تأليف غريب جدا بس تأليف أحسن منه يتزوج قاين أخته بالطريقة اللي بشرحها بعد شوية بنعمة ربك نعم معلش كمك إذن هابيل كان نزله حورية ليه نزل لقبيل جنية طيب انت عايز تحل الموضوع طيب خلي قبيل كمان حورية ليه يعني جنية مش انت عايز بس تحل موضوع انه ما يتزوجش أخته عايز يصنف يعني هو عايز يكون فيه تصنيفة توليفة ده ينزله جنية لكن ده ينزله حورية هو طبعا لانه في ذهنه قاين وحش ما يستحقش حورية بس هو جاب من فين انه وحش لانه هنا لسه هابيل موجود فهابيل ما تقتلش صح فقبيل لسه كويس صحيح على اساس ما سيكون فطبعا الحورية دي اسمها ترك الحوراء ترك الحوراء فربنا قال لآدم إله القرآن قال لآدم خليه هابيل الزوج الحورية الزوجة بعد كده آدم ولد شيث الرابع على طول إله القرآن أو إله المسلمين نزله حورية شيث ده كويس فاسمها ناعم الحوراء واحدة ترك الحوراء والتانية ناعم الحوراء قال له خليهم يتزوجوا زوجهم بعد كده هابيل أنجب ولد فسمي باسمه لأنه مات سمي اسمه هابيل بينما شيث ولد بنت فاتسمت كانت بنت يعني ما عرفناش اسمها ما عرفناش اسمها بعد كده إله القرآن قال خلي هابيل الزوج البنت دي فحصل الزواج وبعد كده كان الجنس اللي أنا رفضت أكتب عنه الجنس البشري لأنه إزاي أكتب عنه جنس بشري دون مش بشر خليط ده خليط من الجن وال الجن والإنس والحور والإنس حور وإنس وجن وإلى آخرين بالمناسبة فيه اقتراح آخر يعني لو تحب أعرضه تاني طبعا فيه اقتراح آخر غير ده برضو تأليف وعبارة عن مجموعة تأليفات ويسيبوا الأحباء المسلمين كده يعني يعني في حيرة لأنه كلام غير مفهوم كلام غير معقول لا يعقل وبالتالي يعني هالمنطقي أنه الناس البشر يكون عندهم أجداد جدات يعني حور وجن كلام غريب جدا يعني لكن لو تحب أقدم الاقتراح الآخر ما عندي مالي الاقتراح الآخر لحل المعضلة موجود في تفسير محمد بن مسعود العياشي جزء واحد صفحة 215 وبيعد من الثقاط طبعا عند الشيعة الاثنى عشرية زي ما قلنا عن أبي جعفر عليه السلام قال إن آدم ولد أربعة ذكور ده اقتراح الجديد خالص فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين فزوج كل واحد منهم واحدة فتوالدوا ثم إن الله رفع هن خلاص رفع الحور العين دول قضوا المأمورية بتاعتهم جابوا نسل وبعدين وزوج هؤلاء الأربعة اللي في الأول الأربعة ذكور هم هم زوج هؤلاء الأربعة من الجن نزل جن جنيات يعني فصار النسل فيهم فما كان من حلم فمن آدم ومن كان من جمال فمن قبل الحور العين ومن كان من قبح أو سؤ خلق فمن الجن ده عشان عشان يحلوا المشكلة بتاعت إنه آدم ما يزوجش أولاده الولد والبنت البعض بس ده فراح اخترعه 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 جميل يعني طب طب لما هو أنا عملت له خريطة بالمناسبة طيب ماشي للتوضيح بس ماشي هنا طبعا في البداية آدم وحواء اتزوجوا مع بعض وخلفوا أربعة أولاد على طول منزلهم إلىهم أربع حوريات اتزوجوا من الحوريات وجابوا نسل دي المرحلة الأولى رفع إلىهم رفع الحوريات خلاص كملوا المهمة المهمة دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية نفس الأربعة راح منزل جنية لكل واحد كل واحد مديله جنية اتزوجوهم فجابوا نسل بعد كده رفعوا الجنيات خلاص عملوا المهمة بتاعتهم المرحلة الثانية الوقت عندنا سلسفة تكلم عنها في التفسير نعم عندنا حليم أي واحد يكون حليم زي موسى النبي قيل عنه كان رجل حليم يعني في الكتاب المقدس وجميل زي يوسف مثلا وقبيح نشوف أي شخص آخر قبيح يعني أنا لا أوصف حد بقبيح فاللي كان حليم ده أتاري ده أساسا من آدم واللي كان جميل ده أساسا من الحور واللي كان قبيح ده أساسا من الجن يعني أي واحد قبيح أتاري ده أصله أم جنية يعني ما يتقالش يا ابن الجنية اللي أنت قلتها من شوية ما يتقالش إلا الإنسان قبيح يكون قبيح ده ميم يعني يقال عنه ده ابن الجنية لكن لما يكون جميل يقال عنه ابن الحورية الآن أنا عندي هنا ملاحظة هم في الجزئية بتاعة قاييم وهبيل بدل ما ينتبه إلى الأساس اللي هو الفداء وقضية لماذا قبل الله تقدمت هبيل سابوا كل الموضوع له والشيطان حولهم بعيد عشان يتلهوا في كلام ليس له قيمة أساسا ونزلوا حورية ونزلوا جنية وده يتزوج ده وده يتزوج ده وسابوا الأساس الأصل الذي هو الفداء الذي يومط في القرآن هنا وهناك لنجاة المسلمين وخلاصهم لأن الله أمين الله أمين لا يترك نفسه بلا شاهد ففي القرآن هناك شواهد هناك ومضات لأنه كاتب القرآن عاش فيه وهو عاش في جزيرة العرب بين اليهود والمسيحيين وبإسمع التعليم المسيحية وبإسمع التعليم اليهودية وقضية الفداء عند الطرفين هي القضية الأساسية العمود الفقري للطرفين قضية الفداء فبالتالي لم يستطع إلا أن يتأثر بهذه القضية ووردت في القرآن بدل ما يتم التركيز عليها سابوها وهذا عمل الشيطان بقى يسيبهم يبعدوا عن الحق بينهم يلهيهم في أشياء الجانبية يعني مش هتفيد في أي شيء على الإطلاق يعني إحنا أنا عن نفسي في توهان بين كل الكلام اللي إحنا سمعناه والزواج والحور وطلعنا ونزلنا السماء والجنة والخروف اللي بيرتع والكبش اللي بيرتع في الجنة بعد ما مات فعلا توهان خلينا نرجع للكتاب المقدس اللي فيه الراحة وفيه وضوح وفيه قصة كاملة وليها هدف وليها معنى خلينا نرجع للكتاب المقدس وفي البداية يعني نشوف زواج أبناء آدم هل هو حرام هل هو حلال هل هو زواج محارم زي ما هم بيتكلموا عنه ولا ممكن طيب خلينا في البداية أنسف كل ما قرأناه الآن بآية واحدة في الكتاب المقدس مش هحتاج آيتين تكفيني آية واحدة من الكتاب المقدس لنسف كل اللي موجود الهراء اللي احنا شفناه حوريات وجنيات وغيره نعم شوف معي كده المشاهد في سفر أعمال الرسل سبعتاشر ستة وعشرين يقول وصنع أي الرب الإله من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض هذه الآية ساحقة شاملة ماحقة لكل شعوز ولكل دجل صنع الرب الإله من دم واحد من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض دم الإنسان دم واحد لا جن ولا حور لا لا ده كلام فاضي إحنا كلنا كبشر ننتمي إلى أب واحد وإلى أم واحدة آدم وحواء ده انتماء كل البشر وعلشان كذا كل واحد بيتجرح إذا كان لونه أسود لونه أبيض لونه أصفر دمه أحمر الدم واحد لا يتغير فيه نفس المكونات لأننا ننتمي إلى أب واحد هو آدم وأم واحدة هي حواء ودي روعة الكتاب المقدس واضح أنا لا أحتاج إلى من يفسر لي هذه الآية صحيح أن كل أمة كل أمة معينهم مختلفين في أعراقهم وفي بلدانهم وفي ثقافاتهم إلا أنهم دم واحد ينتمون إلى دم واحد يعني إلى أسرة واحدة هي أسرة آدم وحواء الأسرة الكبيرة طيب بعد إذنك أخذ كمان مكالمة وبعدين نكمل الموضوع بتاعنا شيرين من لندن ألو أهلاً أخذ شيرين رب يباركك أوي باريكم يا رب أنا بس يعني كنت عايزة أعلق على السيناريو المضحك شديد بتاع الكورتو ودا أنا بس كنت عايزة أسألك أستاذ وحيد هي كان في مشكلة يعني أنه أنه قائن أو هابيل يتزوجوا من أخواتهم هو أصلاً مكان في ناس أصلاً هل في مشكلة علشان كده المسلمين عملوا كل الحكاية دي بعدين أنا كان عندي هل هم عارفين أني سارة كانت أخته بالنسبة لإبراهيم ولو كمان دي ما عندهم ولو مقتنعين بدي بإني فعلاً سارة كانت أخت إبراهيم لي رفضينا بالنسبة لقائن هابيل وشكراً لكم خالص شكراً لك يا أكترين شكراً لك مع السلامة مع السلامة معلش كمان نأخذ مقالمة ثاني سالم من ألمانيا سليم سليم من ألمانيا ألو مساء الخير مساء النور نكن بسحب على لماذا يسمح الله لخلق خمسين بزواج أضع مساء على الأرض والعبيد من الحورية في سماع بينما هو زوج لآدم والأولاد آدم لنق آدم زوج إنسانا واحدة فقط ولأولاد آدم حورية واحدة فقط فقط هذه المشكلة شكراً لك شكراً لك يا أخ سليم سؤال حلو سؤال حلو أنا ما فكرت فيه بصراح أنا ما فكرت في هذه الجزية وبشكر الأخ سليم حتى الأخذ شرين لفتت نظرنا لإبراهيم إبراهيم كانت سارة أخته بس من أم أخرى يعني حتى إلى عصر العصر موسى موسى نفسه عمت يعني عمى متزوج متزوجة ابن أخيها يعني وأنجبوا أنجبوا موسى موسى النبي لم تأتي الشريعة لتقنن الزواج إلا بعد موسى خليني أعلق وبعدين أدخل إلى الإجابة على السؤال نعم بداية الأخذ الشرين أنا بشكرها صح وعندي يعني في إبراهيم متزوج أخته سارة وبالتالي يعني الموضوع حتى عند اليهود معروف وواضح ومفهوم نعم وقابلين إحنا كمسيحيين وكيهود إنه سارة أخت إبراهيم ولكن من أم أخرى إحنا قابلين كذا لأننا فهمين ما الذي حدث بعدين هما ما عندهمش لا يوجد بديل يعني مهما فكروا هيطلعوا بالخرافات دي مهما فكر المسلم مهما فكروا لن يخرجوا بنتيجة غير هذه الخرافات التي رأينا لأنه لا محال حيجوا في النهاية إنه دا كان بالزوج دي الأخ بالزوج أخته لأنه بداية النسل البشري بالنسبة للأخ سليم طرح أيضا قضية رائعة إذا كان حوريات فوق في السماء للمسلم وفي الأرض ما أسمحه بأربعة ما يعني هنا يعني التفسير الذي قرأناه تحلى الأمر بحورية واحدة صحيح ما كان يتحلى بأكتر من حورية وأكتر من جنية بقى وخصوصا نحن الأرض عايزة تتعمر لسه جنية بحورية الخليقة نعم دا حتى آدم دا كان أولى واحد آدم يأخذ عدد كبير أخذ واحدة بس حواء واحدة لأنه دا الأصل في الخلقة نعم خلينا أرجع للسؤال طب استنى قبل السؤال ما عليش حتة صغيرة فضل إذا اعتبرنا يعني رحنا مع المسلمين إنه الأخ ما ينفعش يتزوج أخته دا تأمل مني أنا هل نعتبر إنه حواء أخذت من آدم هل هنا نقول إنه آدم تزوج نفسه هل دي حلال يعني جديدة علي برضو يعني حواء أخذت من آدم صحيح أنا ما فكرت فيها بصراحة بالشكل دا يعني لأن حواء أخذت من آدم صحيح وآدم قال هذه عظم من عظمي لحم من لحمي عظم من عظامي هذه تدعى امرأة لأنها من المرئة أخذت نعم معلش كمل طيب بداية الخطة الإلهية الأساسية إنه الله خلق آدم وحواء في كامل القداسة وكامل الطهارة وكامل النقاء والخطة الإلهية الأساسية أن الزواج لن يكون فيه فيما بعد ما يسمى بالخطية وبالمحارم كل ما هو خطية يصنف خطية كل ما صنف خطية صنف بعد الخطية بعد خطية آدم وحواء أي فعل الصنف خطية جاء هذا التصنيف بعد بعد فساد الطبيعة بعد فساد الطبيعة البشرية أن الطبيعة البشرية كانت طبيعة مقدسة وكانت خطة الله أن آدم وحواء أيضا قبل الخطية يتم التناسل وبذات الطريقة التي يتناسل بها الإنسان الآن ولكن بدون شهوة وبدون خطية وبدون نظرة سيئة وبالتالي كان أخوان آدم وحواء حيتزوجوا في القداسة وفي النقاء وفي الطهر وفق الخطة الإلهية لأنه ما كان في خطية أنت لين نهاردة بتقول ده زنا بتسميه الزنا ليه؟ لأن الطبيعة الإنسانية أصبح الطبيعة فاسدة طبيعة شريرة لكن قبل ذلك الخطة الإلهية ليست كذلك خطة الله أنه الإنسان ينجب في القداسة والبر ظل هذا الأمر موجود في العرف الإنساني ولا غرابة فيه أن الأخ بيتزوج أخته وحتى كمان من أم أخرى زي ما شفنا في إبراهيم إلى وقت الشريعة لما جاءت الشريعة ابتدى تنظيم الزواج لكن قبل أن يكون هناك قانون ما كان هناك على الإطلاق شيء يسمى ده خطأ وده زنا وده زنا محارم ليه؟ لأنه ورطة المسلمين اليوم أن كل التاريخ البشري أولاد زنا ما خلاص مهم إذا صنفوا إذا صنفوا زواج هابيل من أخته وزواج شيس من أخته زنا كل البشرية أولاد شيس كل البشرية بدون استثناء أولاد شيس بأنبيائها وملوكها وأطقيائها وأصفيائها كل البشر أولاد شيس وشيس الزواج أخته هل كل البشر أولاد زنا؟ إذن لا بد قبول الفكر الوحيد وهو المنطق الكتابي أن الإنسان خلق في البر والقداسة وكل مكان سيصنعه في البر والقداسة وأنه قبل الشريعة شريعة موسى ما كان هناك ما يعرف بمنع زواج الأخ من أخته أو ما إلى ذلك لأن إبراهيم نفسه كان متزوج أخته من أم أخرى لكن إذا صنفوا أن ما فعله الشيس كان زنى فإذا هذه ورطة كبيرة جدا وإلا أعطونا غير هذه الخرافات غير الخرافات التي نرى هذه أعطونا حلول أخرى كيف نمت البشرية وعندنا أب واحد آدم وأم واحدة هي حواء ليس غريب أن المسلم هنا في الحتة لا يتكلم عن الضرورات تبيح المحظورات وهو عنده بعد الشريعة ما نزلت عنده فيه عنده ضرورات تبيح المحظورات فليه ما لجأوا بدل الخرافات دي كله ليه ما لجأوا للحتة دي عشان ده حتى قبل يعني قبل كل شريعة ما تنزل فيه الكلام ده صحيحنا لاحظة إحنا لاحظنا فيه انقسام لاحظنا أنه قتل آدم قتل قاين لهابين أساسا على العراق على امرأة وهذه المرأة هي أخت للإثنين نعم طيب ده جهة جانب بيقول آه كان الأخ بتزوج أخته جانب آخر وجدنا لا إزاي ده سفاح إزاي الأخ يتزوج أخته وجدنا هذه الخرافات المطروحة قدامنا فإذا حتى في الفكر الإسلامي هناك من يقول نعم كان قبل التشريعة كان يمكن للأخ أن يتزوج أخته وليس هناك مشكلة في ذلك لكن ما بعد الشريعة هناك مشكلة زي النهاردة قانون بيكون في دولة قانون بيكون في دولة القانون ده سيسري في يوم 30 من الشهر نعم قبل يوم 30 أي شخص بيرتكب خطأ ضد هذا القانون لا يعاقب لكن بعد يوم 30 هناك طبعا إشكالية أقول للأحباء المسلمين أخيرا الفداء ومضى في قرآنكم هنا وهناك خاصة في إبراهيم والزبح العظيم وفيها بيل وزبيحة التي قدمها وسنتناول ربما في مرات أخرى العقيقة والحج وما إلى ذلك اهتموا بخلاصكم له كل المجدل هنا آمين شكرا لك أخوة حيد شكرا لكم مشاهدين الكرام خليكم معنا في كل حلقة نحن بنعمة المسيح نقدم كل جديد نشوفكم الحلقة الجاية بنعمة ربي اشتركوا في القناة